تحية خالصة لكم مرحبا بكم لققنا متواصل ومستمر وغامشوا مباشرة وغادي نرحبوه بطبع الحل أستاذ محمد أحليمي أخي سائف تغذية صباح صحة والسلامة أستاذ ومرحبا بك شكرا لك اختسوك هنا وتحية لك وتحية لك وتحية لفريق العمال وتحية المستمعي الكرام وصباح صحة والسلامة لجميع إن شاء الله أحوال طيبة على خير بارك الله وفيك شكرا الله يطول لعمرك الله يختك إذن أستاذ اليوم غنتكلموا على واحد المبدأ اللي هو مبدأ أساسي في العائلة المغربية وفي المائدة المغربية اللي هو الماكلة جمعة أو اللي كانت جمع على الماكلة حنا من قبل كانت كانت ممنوع من عن بيتان أنا شي حدي غادر الضار في أوقات الأكل في الفطور في العداء وفي العشاء كي خاص يكون حتى أنه ربما فتقف قديما كانوا الناس كيعطلوا الغداء باش يتجمعوا إليه تيقول لك حتى يرجع الراجل من الخدمة ورجع الوليدات وعادتاً قدروا أننا نقلسوا وأناكلوا الأساسي هو أنه تكون ديك الجماعة ويكون طبصيل واحد ونغمسوا فيهم جموعين تقافات الطبصيل والموس والفرشيطة هذه تقافة لإدخلات أدنا يعني حديثاً واللي ولات مستفحيلة أدنا حديثاً واللي ولات بسبب لنا نوع من الرقي في الوقتال اللي هو العلمي ينتابت بأن الدينة كيتلقوا مجموعة من الأنزيمات اللي كيعاونوا على الهضم واللي كيعاونوا على أننا نساف دوم ديك الماكلة اللي كناكلوها فسبحان الله فأوي في عنا نختي السكيناء فيعني الله سبحانه وتعالى قال فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا سبحان الله العظيم النظار وإلى جديد شوف إلا مشينا الصورة من بعيد وشوفنا المغاربة كيفاش كان عندهم طريقة الأكل لدخلها في التقافة سترى العجب العجب وإنا شخصياً أنا هادشي كامل كنديروه من أجل تفسيرات العلمية عسانا أننا نفهم هذه الأمور هذه شوف أغسسو كينا دابا العطرية توابيل كل شي كيقول لك التوابيل راس الحانوت كينا واحد نوع من التوابيل عند المغاربة ولي كيبنن الماكلة ما كيش عند بزاف ديال التقافة ديال أكل جماعة شتي البنة ديال الأكل جماعة واحد من التوابيل المغربية بي كان قول التوابيل شي حاجة اللي كتبنن الأكل هنا غير نعطيكم الدليل فأغير نشير لوحد مسألة احنا الآن دابا في هذا العصر هذا العقل ديالنا تبرمج على الوفرة مثل تكتب غير ما كتحلل روبيني سيف غيرها كيجيك الورقة وكتخلصها وهدي ما رأى عقلك مبرمج على الوفرة كي اللي ما عندوش الماء كي اللي عندو خمسة يطرخ صيدوز بيالنهار كامل وهد شي عشناه احنا في زمن اللي عندك الماء واللي كنا كان سقيه بالدواب الماء رأى كاين ولكن كاين في العين وكان واحد الحس أننا خصنا انتهى الله في هد الماء وانتهى الله في هد الأمور اللي هي تعتبر من النوادر وإحنا اللي ولت عندنا العقل ديال الوفرة وولدي أنا مين يمشي ويطلق الروبيني مجهد بسني نهدر معاه رأى والدين تاي لو كنتي كتلق هدك الروبيني مجهد رأى واحد أخر ما عندو ما يشرب هد شي خصنا نلاحظوه الضوء مشعول مشي نعم خلصوا الضوء يجي الفاتورة هنا ولكن علاش الضوء مشعول علاش الدار كله شعلا هد شي هذا ربما كنا كنشوفوه احنا في الآباء والأجزاء ديالنا كان شوية كي ديرانجينا ولكن فهمنا من بعد أنه درس وبك يقول لك طفل أدواء مشي حيث ما بغيش يخلص الله حيث هدك النفسية دياله داميره ما كيسمحلوش أنه هو شاعر بعض البولات وواحد ما عندو ما يشرب وواحد كيدووش بابا دي وواحد ما عندو ما يشرب هذا شي كامل عفاكم هذه فقط إشارة العقل دي هنا مبرمج على الوفرة مشي على الندرة أصعب شيء ليوم في الحياة هو النحية البساطة الأكل جماعة في التقافة الغدائية المغربية تعتبر من رمز ومن تمظهورات البساطة احنا نقول العالم وصل حتى وصل حتى ولت البساطة كتجي صحيبة يعيشها من البساطة دي هنا كنت عندنا الطبلة حط الطبلة أربعك لس الأكل إحنا عندنا شو دا بغير الأم تبغي تدير كسكسو قصة تديرو نهار الجماعة وليدا تمام جمعيش نهار جماعة قد قل لا كسكسو كيبغيش جماعة شو كن قالها له هات السيدة وشنو دار في بالها وشنو فهمت وكيفاش البيولوجيا وكيفاش الفيزيولوجيا وكيفاش كيميا دي هات دماغ دي المرأة المغربية اللي ما كتصوب كسكسو كي تجمع وليداتها اللي ما كتحط ماتلا هي ألسة بين الميزة طاجين كي يقولك الطاجين دي هات الخمسة يكفى عشرة كي باش يعني لوكو تي ما تيماتيك جاني بالرياضي المنطق ميمكنش عندك خمسة دلوليدات كل واحد غي يأكل بوحدو شه الطاجين قسمو لهم خلي لهذا وخلي لهذا وخلي لهذا ما غي يكفى تلوا حق يلا قلسوا يأكلوا كاملين كل يمكي يشبعوا شنو من ناحية الرياضية مستحيل الحق من ناحية الفيزيولوجيا والكيميا أنا غانشرح لكم شنو كيو فيزيولوجيا وكيميا الجماعة الجماعة كما كنقول احنا المغربة قشكم تعرفوا باللي اللداء والبناء حقك انتك إنسان وشنا اللي عطيتولك مختصف تغذية ومشي أنا اللي غانحيدولك مختصف تغذية لا أعطاها لك الله سبحانه وتعالى اللي يمتعك سيد ربي متعنا انت كإنسان مكرم في كل شي علاش لانا قبلتي تحمل الرسالة فأنت مكرم من الأمور اللي ربي كرمنا بها هي البناء واللداء في الأكل علاش انا انت حرم؟ علاش انا كمختصف تغذية ما منحقيش لا أخلاقيا ولا قانونيا نحرمك أنا من البناء البناء واللداء الأكل هو حق من حقوق الإنسان عبر الزمن منحقناش احنا كمختصف تغذية نحرمو الإنسان من البناء بالعكس نجتهده فاللداء البناء عند علاقة بتركيز نواق هي شوف دائما كنقولها هي لعبة هرمونات عند علاقة بتركيز ديال الدوبامين على مستوى الجهاز العصبي فمثلا الجوع هي تركيز هرمونية الليبتين، القريلين، الهيستامين، بيبتيد إيقراج إيقراج حاول نأسس نشرح لكم المرأة المغربية ميقات لك أنا ما نديرك سكسوتيكون وليداتي مجموعين أنا كنحاول نشرحها علميا الليبتين، القريلين، الهيستامين بيبتين إغراج إغراج هادوما تراكيز ديالهم هما اللي كي أعطونا الجوع والشابع فلما كي إنسان كيكون عندو نشوة الغداء هي تركيز عالي ديال الدوبامين أتعلمون أن التخمة تخمة تفقدك نشوة الأكل عندك شيش الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم قال نحن قومنا نأكله حتى نجع وإذا أكلنا لا نشبع مش حيث ما بغان رسالة ما بغاناش نأكله لا حيث التخمة يتهبط لك الدوبامين لاحظوا واحد الغداء إلى كليتيه وما غلقتيش فيه بزاف كي يبقى عزيز الحقي لا كليتيه وكليتي فيه بزاف تقول لنا رفيسة صافي ما بقيتش قادر إلا وصلت إلى ذاك المحارة فالتخمة تفقدك نشوة الأكل لماذا؟ لأنها تخفض الدوبامين نجيل واحد النقطة تقاسم الوجبة والأكل الجماعة والأكل جماعة شنو يصنع في الإنسان باش يخليه يشبع وكيكون جودة الغداء والبناء زيدة كتر هادي أش قلت لكم أنا يا واحد من العطرية دي المغاربة هي كيأكل جماعة أولاً هاتشي كيرجع أولاً لللاوعي اللاوعي ديالك انتا في العصور انخلت لما كان الإنسان يعيش في الغعبة في جماعة مي كيعيش في جماعة كيحس بالحماية وكيحس باللي هات الجماعة كي تحميشوف رمى عمرنا غنعيشوا فردانيين لأنا والأنا 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 رارة كين نحن خط فقلت أنا يا في قديم الزمان كان الإنسان كان يتصارع معه يعني كانوا وحوس وحيوانات مفتريسة وكان هذي فالإنسان أحس بالجماعة أنه تحميه من هات الحيوانات المفتريسة فتولد أنا كان أسس للفكرة مني جاءت إليك الوعي دي لك يقول لك يخد طاك وتسير أرى اللا وعي دي لك يقول لك حاجة أخرى فالأكل مع الجماعة يولد الحماية اللي أسسها الإنسان منذ قديم الزمان فهذا الأكل مع الجماعة يولد للإنسان الإحساس بالأمان هذا اللا وعي دي هالك مي كتكون قلت سمع الواليد قلت سمع الوالدة قلت سمع الزوجة دي هالك مع ولداتك مع الجماعة مع الجماعة كتحس أنك نفسيا كتحس براسك بحمي هذا كشير هاجة من من الأجداد والأجداد الأجداد دينا فالأكل مع الإحساس بالأمان يرفع الدوبامين إلى أقصى مستوى هذا كشير شميك تأكل طاجين بوحدك قلصة بوحدك وكل طاجين الحقي لك اللي تي مع الجماعة تحس براسك أنت شي أمور مغيرة هذي كاللي اللي بصدد تشرح دياله أنا فالأكل جماعة يرفع هرمون يسمى بهرمون الجماعة اسمي تقول لوسيتوسين لوسيتوسين هو هرمون الجماعة أرفع لوسيتوسين لوسيتوسين رهيلي فينكينا في لادوز رأكد لكم أنا لادوز بالفرنسية بعض الحرف دي أو أس دوبامين لوسيتوسين سيروتونين ولوندورفين فالأكل مع الجماعة يرفع لوسيتوسين كان حسنا بشي واحد هدايا أو قلس إحساس واحد على اليمين ديالي واحد على الشمال ديالي كان حسنا بواحد إحساس بواحد دف الإنساني الجماعي هذي الإحساس هذا يهبط لك الأدرينالين ما يهبط لك الأدرينالين كيهبط حتى لكو اختزول ما يهبطو هدو بجوج كيطلع لوسيتوسين ما يكيطلع لوسيتوسين كتولي جسمك يستجيب بسرعة للدوبامين كتكون غتأكل طاجين بواحدك ما غتحسب ولو غتأكل مع الناس وخكي مياه صغيرة كتشبه من هنا جات الأمثال المغربية ديال المغربان شركوا الطعام يبنسى مع الحباب كتشباع فهذا هو اللي اللي خلى الأم المثال ديال الأم لا تقدموا الأكل إلا لما كيكونوا ولدتا مجموعين وتشترط أن هاي لس بغتتصوبهم شي شي وخصهم يكونوا مجموعين هذا بيولوجيا دماغ الأم المغربية كيفاش فكرت هرجو معك سكسو نعم هقلكتو غتجمعوتها للحد هي غتديروتها للحد لاش عارف هاد مسألة دي كتر من هك لما كتقدم الأكل لولدتها كتشباع علاش تايا كإنسان لما كتقدم الأكل الضيف ديال كتشباع علاش هذيك فرحة ضيف كتقدم له هذاك سلوسيتوسين والليس سلوسيتوسين سبحان الله العظيم كيخلي الجسم يستهجب يعني للدوبامين بشكل سريع زيدا وأنا قلتكم طاجين ديال ثلاثة كيكفى الخمسة تفسير رياضي ما كنش مستحيل حق تفسير هرموني نعم سير في نوعية الشباع لأننا نخصكم تعرفوا الشباع فيه نوعيات كيلي كيشباع بالامثلة بالتخمة وكيلي يشباع بالجودة فالشباع مع الجماعة والأكل مع الجماعة يعطي شباع نوعي يختلف عن الشباع الفرضي هذي اللي بغيتم يستمعين يعني يفهموها من غير أنه صحي أو لا يعني بعض الأمور فالفردانية اللي هي جات دابا ساندويش كتاكلوا بوحدك السوشي كتاكلوا بوحدك البيتزا كتاكلوا بوحدك ولهذا كفانا من الفردانية الله يعدكم الخير رجعوا لتقافتنا جمعوا ليداتنا ناكلوا مجموعين مع الحباب مع الصحاب هادشي هذا نجو سويسير نتائج ديالو عظيمة جدا كتاكلوا لي يعني نحن تقافة جماعية الطاجين جماعي الطنجية طبق جماعي المدفونة طبق جماعي رفيسة طبق جماعي الدلالات يعني الصحن الجماعي فالصحن الجماعي تعلمنا منه معلومك وإختصوا ناكلنا العدل في المكان ديالو يعني هنا من التبصيل كانو كي يعلمونا العدل في الصحن الجماعي تعلمنا التشارك في الصحن الجماعي تعلمنا لقمة العيش في الصحن الجماعي تعلمنا ناصيبك من الحمد سننا سننا احتل أخر بفارغ الصبر احتل آخر الوجبة وناصيبك طبق شوك يتكلف به يتكلف به الأكبر اللي يقالس في الجماعة ويتقسم وتاخد حقك من تمتع مشي حيث ما كنش للحم مشي حيث ما كنش الوفرة لاش لنرى الكوري عامر بالخرفان ولكن كان في دروس كانت دروس ودروس وعبر كانت دروس تمرر أورتها المغاربة من جيل الجيل فالهدف لم يكن أكل بل كان وسيلة كانت وسيلة للوصول إلى قلوب الناس وتجويد الحياة الاجتماعية والإحساس بالدفء العائلي هذا ينطر برود يعني عفوا بودور الألفة والتعاون والتكافل والتضامن عايبش تكونوا عارفين في اللغة العربية تعاون رمشي والتكافل ماشي والتضامن الإحساس بالآخر هذا ينطر برود هذه مؤسسة أسرية هذا ماشي سهل قيم خاترين قيم يعني يتربوا عليهم المغاربة بالنسبة لي أن هذه هي مؤسسة الأسرة من هنا يعني جات أن القلسة مع الجماعة كما قلت يا ختيت سوكينا في الأولى الحلقة قد عدنا عيب أنك تصور ختيت سوكينا قلت سوكينا قلت سوكينا يدك ما كيتحركوش تلقى ولدة صغار ولدة صغار يدهم جموعين تكي جمعو الناس تكي أكبرهم سنن كيعطي الإنطلاقة هذا شي كامل كان كيوقع في الوجبة المغربية هاد الأمور هاد شي هذا هاد التمدهورات نعود نقولها مرة أخرى شنو اللي تبدل فنتمي كتكون ضاير بحبابك الإنسان كيحس بالأمان كلما وجدها ده أخوه الإنسان تبادل الحديث يصنع السعادة عند الدماغ الدماغ دينا تكن تعرفوا الدماغ دينا عجيب جدا الدماغ دينا كيبغي يهدر كيبغي يشوفها الدريري صغور قلوا سير تلعب هيكونوا ثلاثة الدراري حدا غيمشي عندهم مباشرة إنها دماغنا يصنع السعادة بالحديث يصنع السعادة الدماغ يعني يحس بالسعادة حين يتعلم نحنوا الدريري الصغور كي يجري بزاق وكي يسول إحنا ربما كبرنا كنقولوا كبرنا ما كان قدراش نسولوا كتولي عندنا تمحولي بعض العقد من الفترة شوفوها الدريري الصغور أي حاجة كي يسولك عليها علاش الدماغ كيحس لما يتعلم نرجع العقل لما يحب وهو يحب التعلم ما يكن يكونوا في الجماعة يعني نقاش يعني كلام يعني تعلم الدماغ الصافي يعشق التعلم فمن أساليب وهي مضادة للإكتئاب وهذه عقل عليها مزيان هي التعلم يجعل الدماغ سعيد والأطفال أنا أقول لكم الفترة ديرهم دائما يتعلمون دائما يسألون فنحن نحتاج هذه الجلسة هذه فنا عدنا عقدات كبرنا معرفة الشيء بالنسبة أننا نسول عليها رهض ضعف فسعادة التعلم لا يحس بها إلا من يتعلم وما يكن قولنا التعلم ماشي فقط شد كتاب تقلس مع الناس تقلس في واحد المجلس حين المغاربة كان قولوا للقلسة شنو المقصود بالقلسة ناكلوا لا أبدا هذيك الأكل غير وسيلة أنا أقول لكم وسيلة للوصول لقلوب المغاربة ولقلوب بعضنا أما هي الهدف هو ناقش معايا ناقش معاك الأمور دي الله دي الوطن دينا المحبة دي الوطن دينا هاتشي كامل هادا الوجبارة ماشية غاية الوجبارة هي وسيلة وشوفوا القلسة ربي كي سهلنا اللي ما يمكنش تقلسها تاك تقلسها في واحد القلسة دي الأكل تاك تجمعك وحدة مثلا غادي الإنسان معروض مثلا واحد العقيقة ولا واحد العرس مثلا وحدة 8 مليات الناس ربما ما كنتيش تقلس معاهم الحقا ديك الوجبار خلتك تقلس معاهم كي 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 تناقشوا مشاريع أفكار كتلقى الإنسان كي ناقش كتخرج أفكار داك الساعة عطيني الهاتف ديالك نعطيك الهاتف ديالي خرج مشروع شتو كيفاش كيفاش الوجبة شنو خرجتنا هي كوسيلة وليست كغاية بعد الناس خصوها داك الوجبة يخدوينوض لا أنا الهدف ديالي هو هدك اللي قال سعدايا بالنسبة لي أنا ما كان هادر معاش في واحد ونكلس جماعة سواء كان جدي ولا أبا ولا أم ديالي ولا الأخت ديالي ولا هدي بالنسبة لي هاداك هاداك الجلوس والحديث مع هادل إنسان مهما كان ولو يكون ممزياش بين قوسين هي لحظة قراءة كان قراءة مكتابة كان قراءة وحد رجل اللي فاتني اللي كي يقول لك اللي فاتك ولي لا فاتك بحيلة هاد هاد مي كان جمع مع إنسان بالنسبة لي موسوعة راتف اليوم يعطيك معلومة لي ما قريتهاش في المدرسة فهي موسوعة إنسانية تصور تقلس مع تمانية ديالناس كل واحد موسوعة مكتابة إحداك إنسانية يعني موسوعة إنسانية بكل ما تحمي الكلمة من معنى هادي هي الحياة الحقيقية ها باش يعرفو الناس باللي تقافتنا الغدائية المغربية هاحنا باقين في التقافة رباقين ما نخرجناش من التقافة اللباس المكان هدي والحديث أسلوب الحديث بلا باقة وهذا ما كي قاطع هذا وكل واحد كي نقش موضوع وكي خرجو مشاريع من ذاك الوجبة حنا دا باكت تحط الوجبة ويبقاو الناس جماعين ويجي آتاي ويبقاو الناس جماعين هات جماعين كنحسنا بالأمان كنكتشف كتكتشفني كنكتشف أنا يعني واحد عنصر إنسان اللي ضروري ناخد أنا شخصيا أنا شخصيا عندي مبدأ أي إنسان قسني ناخد منه شي حاجة أنا بالنسبة لي ما كنش حاجة سميتا إنسان خيبو إنسان زوين خيبو زوين سيلا نتاق بخطة سيون ديال كنتا يا هاتقول لي هاتك الإنسان خيب بالنسبة لكنتا أمانا بالنسبة لي ما دار لي والو هكا خصنا نفكره في بعضنا هكا خصنا ما باش لإزالة ما شي كنقول كل شي لإزالة الحقد ولإزالة الحسد ولإزالتنا وهذاك الإنسان أنا ما نحزده أنا ما نعمل حكس نشجعه شوفوا الوجبة في مدتنا الوجبة مدتنا المشاريع وطنية كتلقى إنسان ناقشين جايين ما مفجيش الساعة إليها كياء الناس ما كيعرفوش بعضيتهم أنا كن كن ربي المعيز سانا كيعجبوني المعيز وكيفاش كتدير لهم آتانا خصني ندير مشروع هوا خراج مشروع هاد المشروع شكل هيفيد هيفيد الأسرة ويفيد المغريب كامل هدنا أعطيت مثال بسيط في جلسات ديال ديال لزوم دفاع رجال أعمال نعم كيكونوا قارسين مجموعين تاك يخرجوا دي بروجي تاك يخرجوا مشاريع هاد شي كامل هادا كتجيبوا الوجبة كتجيبوا الأكل جماعة ولذلك عفاكم الله يعطوكم الخير ما تفقدوش هاد الخصلة التقافة المغربية التقافة المغربية مع أمرها كانت فردانية مع أمره كانت تاكوس مع أمره كانت ساندويتش شوف تاكوس كي خليك تاكل بوحدك ديك روح التقاسم ما مشي ضد الطاكوس ما مشي تاكوس سمحولي لا ساندويتش كي خليك تاكل بوحدك حتى أنا دا بغتيسو كينا بزاف ديناس كيتحط الطاجين وكيتحطو الطباسلات هز انتام الطاجين وديف الطباسل ديالك أبدا هادي وجتاك نعم نكتشفوها نعم نعيش هنا وحد أربعة عشرة دي المرات في العام ولكن مشي نمط حيات أنا نمط حيات حطلي الطاجين في الوسط تاكل منه انتا ونا كل منه أنا هنا ونا كل منه هنا وكل بسمي الله وكل بيمينك وكل بما يالك علش هاد سمي الله وكل بيمينك وكل مما يالك لو كان كل واحد غاياخد بوحده ما غنسمعوش حنا مما يالك يعني الطابق لهو مشروك هذيك اللي نشاركين احنا كان قولو نشاركو الطعام نشاركو الملح كي بغيو مثلا اني زاشي تزوجو يقول نشاركو الدم شوف المغاربة كيفاش المصطلحات عندهم وبالتالي الله معتكم الخير هاد الوش بديل انني أنا ناكل بوحده تلقادة بعشرات الناس كل واحد شات تليفونه كل واحد شان تسات صندوي شو قالس عشرات الناس قالسين كل واحد بالحكس انهي لأكل جماعي وهذا شي هدا شكولي غايحس به شكولي غايحس به شكولي غايحس به غايحس به بابنا في الجالية المغربية سووا لهم نهار لي كي تجمعو علاك تكسو نهار لحد ولنهار الجمع أسولهم كيفاش الجلسة المغربية أنا أعيش في الغربة وأنت أعيش في الغربة وكنت سنة وذلك النار وهذا شي عشت أنا معهم عندهم جميل جدا كل أسبوع وكي يتلاقاو كي يتلاقاو كي يقرأو مثلا الورد ولا كي يقرأو التومون ولا كي يقرأو دي ويقول سودير واحد المأدوبة كل أسبوع عنده واحد يعني كنقول أنا عشتوا مع ناس هاد الخصلة هادي الدوها المغربة المغربة عايشين بها في العالم كامل وإحنا لي ملا أننا ما نعيشوش بها الله يجلسكم بخير ولداتكم أعطيهم وجبة أنا كنقول لولدات أنتو ما كتتغدى وشوز مرات أعطيها يا كل في المدرسة خبيزة كنا درنا علاجية كامل ولكن الوجبة في الدار ما تفرطوش فيها علاش أنا عندها دلالات كبيرة أنت أقلس مع ولدك شنو درتي يا ولدي في المدرسة فاعتلقها في الكولوار كي اللي كي تلقها ولده رحط له لارجون دو بوش ما عنده ما يدير هو بالارجون دو بوش هو خصون تا إلا بغيتي تصنع شي فتة في الفاشل أعطيه اللي بغا لا هو خصو الحنان خصو يقلوس في حضنك خصو وش عارفين ش حل خصكم تحضنوا ولداتكم في النهار لو مينموم عشر دلمرات وش عارفين ش حل خصكم تقبلوا ولداتكم في النهار لو مينموم 12 مرات باشك تشبعوا عاطفيا ونقلسوا مجموعين شنو درتي في المدرسة وحدك التليفون لأن لحظات الوجبة ماشي لحظات الهاتف الهاتف ضيع لك لقطات ولحظات اللي تتقلس مع أحب الناس والوجبة كتجمعنا بأحب الناس والله يجعلنا إن شاء الله المحبة بيناتنا والله يجعل هاد التقافة الغذائية تكون تقافة محبة والتقافة المغربية هي تقافة أساسها المحبة باش ما بديت غنسالي هاد العطرية اللي عندنا احنا يا الأكل جماعة ما كيناش عند العالم نقطة نختم بها على بل كاختيسي كينا من أهم الوظائف الغريبة اللي ولت اليوم بعض الدول شنو هي كتجي كتخلص واحد يقلس معك في القهوة يجمع معك والله يتم والله يبحتو وهات القهوة وظيفة مهنة واحد كيجي يقلس معك في القهوة كتخلصه شنو يدير أي يجمع معك أي يهدر معك احنا ما عمرنا نوصلوا لهذا الشي هذا علاش حيث كبرنا مجموعين وكبرنا في الحارة وكبرنا في الحي وكبرنا كان عدنا نحن الحي كان كي ربي كل شي كان كي ربي كل شي كان كي ربي أختيسي كينا اليوم مع الله يستروسها أنا شي كان شائم ولكن أتير نقطة ديال التقافة المغربية راح ممكن تصلحنا بزاف ديالأمور وهي وهذا كله بلا راح فيه رسائل آخرها أنك غتشبع وتأكل أكل مع الجماعة ها علاش بنين هيت مع الجماعة هيت الدوبامين طلعة الله يرزق صحة وسلامة الجميع إن شاء الله اللهم أمين ومشكور جزيل شكر أستاذي وحنا أكيد ما زال نستمرين معك لازم حسين توقف مع فاسل ونرجع نستقبل مكلمات المستمعين خليكم معنا